خلص اللي حصل حصل أنا شايف إنه بس الزمالك محتاج الفترة اللي جاية كثير من الهدوء يقفل صفحة يفتح صفحة جديدة مع مدرب كبير جدا محتاجين كمان من لعب نادي الزمالك إن هم يعني يحترموا تواجدهم في نادي الزمالك يبقوا دعم النادي الزمالك الفترة اللي جاية ونادي الزمالك يحقق لهم طبعا كل مطالبهم لو هي في مقدور نادي الزمالك النادي الأهلي النهاردة كانت الخسارة وحش الأداء كان سايق جدا من النادي الأهلي بصراحة على مدار المباراة ده على مستوى المباراة وانزموا تلكم أنا مش عايزة تكلم على المباراة تحديدا ومعايا كابتل محمد عبد الجيل في الفقرة اللي جاية ممكن نتكلم معايا كمان على الشكل الفني للأهلي النهاردة وأكيد الزمالك مبارح بس هي في المجمل حاجات تزعل جدا لها النهاردة يعني نتائجه كانت في هذه المجموعة كان الأول أول هذه المباراة كانت تعادل سلبي مع الهلال في دول المجموعات كانت تعادل سلبي مع الهلال 0-0 وبعد كده خسارة من سانداونز 1-0 وبعد كده فوز على المريخ 3-2 وبعد كده سانداونز المباراة اليوم كسب الأهلي 1-0 نتائج الزمالك في دول المجموعات الزمالك تعادل مع بيترو أتليتكو 2-2 وتعادل مع سجرادة 0-0 وهزيمة من الوداد 3-1 وهزيمة أخرى من الوداد 1-0 دي النتائج الزمالك نتائج سيئة جداً حاجات تزعل جداً مش بصدق نفسي أنا قبل البطولة أو قبل دور المجموعات أنا بتعامل مع فكرة أنه الأهلي والزمالك هيبقوا في نهاية البطولة هما الاتنين تاني بسهولة جداً بسهولة جداً أنت لما تبص على كل الفرقة اللي موجودة في القرارة الأفريقية اللقات لا لا بعيدة لا الوداد هو الوداد ولا الترجي هو الترجي ولا النجمة هو النجمة ولا حتى ساندونز هو ساندونز ولا كل الفرق الكبيرة اللي في القرارة تخوف أو تقلق تعال بص على ترتيب المجموعات عشان تزعل أكتر بقى ترتيب المجموعات بالنسبة لمجموعة الأهلي ساندونز في الصدارة 10 نقاط وساندونز هيسعد أول لالي في المركز الثاني أربع نقاط الهلال في المركز الثاني أربع نقاط المريخ في المركز الرابع أربع نقاط المنظر شكله يقلق بالنسبة للأهل يقلق آه صحيح عنده مباراتين في الكاهرة قدام الهلال والمريخ بس أي نتيجة مفاجأة خطر لأنه لكسة المباراتين هيصعد ومش هيصعد أول هيصعد تاني عشان موجات المباشرة الصالح سان داونز لو الأهل وصل لعشر نقاط بس أي نتيجة سلبية في أي من المباراتين الهلال والمريخ يقلق جدا للنادي الأهل جدا نشوف مجموعة الزمالك والزمالك موقفة فيها إيه عشرة نقاط بيترو أتليتكو والوداد في المركز الثاني دا بيترو أتليتكو دا من أقل في الألف المجموعة وستجرات طبعا أضع في واحد بس يعني بيترو أتليتكو ولا بيترو أتليتكو حتى بتاع زمان يعني سيئ جدا وعشرة نقاط الوداد تسع نقاط والزمالك نقطتين حاجة تزعل وحاجة تحزن جدا حاجة تزعل وتحزن جدا نهار دا وأنا بفرج على الموتشات دي عمال أقول الله يكون فعون كالوس كيروش الموديل فني المنتخب مصر دا حتى اللاعبين الدوليين بوعاد عن مستواهم إن شاء الله قبل المباراتين والمباراتين السنغال يكونوا رجعوا يتحسنوا هو نفسه يشتغل معاهم ويرجعوا تاني النجوم اللي احنا منحبهم اللي عملوا أداء رائع جدا في كاس الأهم الأفريقية بس المستوى لكل اللاعبين لأ يقلق الراجل أكيد هو بفرج طب إيه دا والناس دي كانت معايا من كام يوم وكانوا هايلين وحاجة عظمة فحاجة تقلق حاجة تقلق عموما أنا هفضل أقول ومصمم أنا مش قلقان من مباراتين السنغال رغم كل اللي بيحصل دا هو نظريا يقلق بس أنا متفائل جدا متفائل عشان عندنا رغبة متفائل عشان وأكيد السنغال عندنا رغبة بس احنا عندنا فعلا مدرب عايز يوصل كاس العالم عندنا لعبين عايزين يوصلوا كاس العالم وفكرة إنه مباراتين والسلام مباراتين والسلام لا نقدر نقدر نخطف نقدر نشتغل في مصر كويس مبارات الكاهرة نكسب نتيجة هدف ولا هدفين ونحن نخطف في السنغال يعني كل الأمور وردة كل الأمور وردة إن شاء الله أنا متفائل ما عنديش أي نوع من أنواع التشاؤم آه زي ما قلت لكم زعلان على اللي بيحصل بس مش متشاؤم بالنسبة لمنتخم مصر ومتفائل جدا إن شاء الله